وقف مع فيتوريا معكم وقفة طويلة صحيح لكن في كلمة على قد ما هي مؤلمة على قد ما هي ممكن تبقى أمر واقع في ناس كتير شافت أنه المنتخب ما ابتداش يفوق أو يعني يظهر بالشكل ده إلا بعد خروج صلاح ودي بالنسبة لي وقفة أو يعني جملة محتاجين نقف معها كتير المنتخب ما تحررش من فكرة النجم الكبير الإسم العالمي إلا بعد ما خرج محمد صلاح وظهر المنتخب بالشكل اللي احنا شفناه عليه شفت الكلام ده إزاي أنا متفق مع ده مش تقليلا من إمكانيات محمد صلاح احنا ممكن نكون زعلانين من محمد صلاح شوية ممكن نكون شاهلين كتير من محمد صلاح ممكن كل الأراء بتختلف من شخص للتاني ولكن فنيا المنتخب بعد خروج محمد صلاح نفسيا قبل ما يكون فنيا الضغطات اللي كان بيحملها لاعب واحد وكل اللعيب بتحاول تدهاله بدأ تتأسم على عشر لعيبة يعني كاهل الضغطات اللي كان على لاعب بدأ يتأسم على باقي الفرقة فبالتالي بقى كل لاعب بيحاول بقدر الإمكان أنه يثبت أن احنا مش منتخب محمد صلاح بس بدليل أن احنا مثلا لو جينا بصين على نهاء يورو 2016 ما بين فرنسا والبرتغال وكريستانا ورونالدو كان خروجه في شوط الأول ونزل مكانه إدر المهاجم البرتغالي وقتها البطولة دي منتخب البرتغال كسبها بفضل هدف إدر اللي كان في شوط التاني ومنتخب البرتغال إدر أنه يلعب قدام فرنسا البلد المستضيف بدليل أنه لما رونالدو خرج عمله كده رونالدو برضو معالية المدريد في نهاية كاس ملك أسبانيا قدام برشلونة الجول بتاع جارس بيلي الشهير اللي جاري بيه من بره الملعب كان قدام مارك بارترا كان وقتها كريستانا ورونالدو مش موجود ده بيأكد أن اللعيبة اللي موجود اللعيب النجم من زي ما ما تفجرتش إمكانياته بغير بعد لكريستانا وكريستانا وجارس بيه بالضبط فمعظم اللعيبة الكبيرة دي مش خروجهم بيكون سلاحزوا حدين هي أربع ضرة النفع النفع اللي بيجي من وراء الموضوع ده بيجي اللعيبة نفسها الدوافع اللي عندها بتكون أكبر أن أنا عايز أثبت بما لا يدع مجانا للشك أن إحنا نقدر أن إحنا نتفوق بدون محمد صلاح بضيف على ده كمان طريق التعامل رؤي فيتوريا بعد تغييرت محمد إنني وانا بطفق تماما مع سعيد في القصة دي أن المنتخب ما تحول ده أخط نص منتخب مصر فيه كلام كتير جدا التلف تماما وتقييم فيتوريا يعني أنت بتسمع كلام جمهور عادي يا نادر الناس كلها متفق أو شايفة الخلل فين وكأن فيتوريا هو الوحيد اللي مش شايفه